نفى المركز الإعلامي لمجلس الأسراء إصدار الحكومة قرارت بتغليذ العقوبة على تسمية الموليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها وأكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد موضحة أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء الموليد الجدد والحالات المحظور تسميتها بموجب قانون الأحوال المدنية وأكدت الوزارة أن القانون ينص على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية